هذا وأكدت مملكة البحرين ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكاله وصوره كما تتمتع المملكة بتجربة فريدة ومتميزة في هذا المجال وهو ما يعكس حرص جلالة الملك المعظم على احترام وصون كرامة الإنسان نموذج رائد قدمته مملكة البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وهو ما تجسد بفوزها بالفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي فضلا عن القوانين والاتفاقيات التي انضمت لها المملكة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستمرار مملكة البحرين في الحفاظ على موقعها الريادي ومكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص هو إنجاز حقوقي رفيع المستوى ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال وهو ما يعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على احترام وصون كرامة الإنسان والالتزام بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمأسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية تنموية شاملة تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية خطوات متقدمة خطتها مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالأشخاص تبنت خلالها العديد من المبادرات الرائدة والمشاريع الوطنية الفاعلة بالتعاون مع مختلف الجهات وكرست مكانتها كبلد له إرث حضاري زاخر بالتشريعات الوطنية والقوانين النافذة والممارسات الناجحة في التصدي للإتجار بالأشخاص عبر سلسلة من الجهود مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات أطراف الإنتاج ضمن منظومة عمل متكاملة تبدأ من التوعية الاستباقية واللاحقة وصولا إلى الحماية والإنصاف وفق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التنسيق القائم والجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة التي تعمل وفق منظومة عمل مؤسسية تكاملية أسهم في مضعافة الجهود الوطنية المشتركة للتصدي بحزم وفق أساليب علمية متطورة مما أكسب المملكة احترام المجتمع الدولي واعتبار تجربتها نموذجا عالميا يحتدى به في توفير بيئة عمل متقدمة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز